مجراهة في غازا هي جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة حول المجازر التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غازا فمحكمة العدل الدولية وبعد قبولها للدعوة خصصت جلستي استماع لها أولهما في الحادي عشر من الشهر الجاري للاستماع إلى حيثيات الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا حول الانتهاكات الإسرائيلية وعدم التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية خلال حربها المستمرة في غازا منذ سابع من أكتوبر الماضي بينما خصصت جلسة الاستماع الثانية إلى إسرائيل في الثاني عشر من يناير الجاري لسماع الدفاع عن جرائمها ووفقا للدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا وتحتوي على 84 صفحة فإن العملية العسكرية الإسرائيلية ذات طابع إبادة جماعية لارتكابها بهدف تدمير الفلسطينيين في غازا وذلك بسبب امتلاك سكان قطاع غازا للجزء الأكبر من أعداد الهوية القومية الفلسطينية وهو ما يجب أن تعتبره المحكمة إبادة جماعية لإحدى القوميات التي ينطبق عليها القانون الدولي وتأمل جنوب أفريقيا أن تتخذ محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة خطوات سريعة لإصدار حكم بإيقاف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غازا خاصة وأن المحكمة تخلو من حق النقد الفيتو الذي عرقل قرارات مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف فوري ودائم للحرب في قطاع غازا مما شجع إسرائيل على استكمال جرائمها بهذا النهج ومنذ قبول المحكمة الجنائية الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا والمخاوف مستمرة بين الأوساط الإسرائيلية خاصة بعد مقاطعتها محكمة العدل الدولية لعقود مضت وانقسمت المخاوف في نظر الساسة الإسرائيليين بين قبول دعوة المحكمة للاستماع أو تجاهلها رغم تشكيل فريق من المحامين للدفاع عنها واعتبروا أن تجاهلها ما هو إلا تجاهل للمجتمع الدولي والاتفاقية الإبادة الجماعية التي تم إقرارها عام 1948 وكانت إسرائيل هي المستفيدة الأكبر منها بدعوة مزاعم الهولوكوست أما قابولها فسيكون فرصة جديدة لكشف جرائمها بالأدلة والبراهين التي يعلمها الجميع مسبقا